أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إعفاء رعاية جمهورية السودان الشقيقة المتواجدين في دولة الإمارات من جميع الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب اعتبارا من تاريخ الخامس عشر من إبريل الفين وثلاثة وعشرين وذلك مراعاة للأوضاع الإنسانية ومتغيرات الظروف التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة وتضمنت قائمة الفئات المعفاة من الغرامات حملة تشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم لدولة الإمارات حيث يتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة وذلك وفقا للأحوال واستنادا للشروط والضوابط النافذة في هذا الشكل